إذن يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسم شكل إدارته الجديدة يركز فيها على الأصدقاء المقربين أسماء كثيرة طرحت هذه المرة الأنظار على الشريك المعتاد في لعبة الجولف ستيف واتكوف من مستثمر عقاري إلى مبعوث خاص للشرق الأوسط ومنه إليك رجاوة مع هذه التعينات الجديدة لإدارة ترامب الصديق نايف المقرب والشريك المعتاد في لعبة الجولف ستيف واتكوف من مستثمر عقاري إلى مبعوث للشرق الأوسط منصب يحمل أهمية خاصة في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ترامب قال بأن ستيف قائد يحظى باحترام كبير وسيكون صوتا لا يلين من أجل السلام على حد تعبيره وفقل المعلومات المتوفرة واتكوف كان متبرعا لحملة ترامب الانتخابية ليس هذا فحسب ترامب كان أحد عملائه عندما كان يعمل في شركة خاصة بالعقارات قبل أن ينتقل إلى مجال الاستثمار العقاري وأسس مجموعة واتكوف في عام 1997 يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الاستشاري العقاري في كلية إدارة الأعمال في جامعة ميامي وهو عضو في مجلس أمناء جامعة هوفسترا وتقدر ثروته بأكثر من 500 مليون دولار المكاسب بدأت في الثمانينات عندما أقدم مع الشركاء على شراء مباني منخفضة التكلفة في نيويورك وتوسعت في التسعينيات نحو عقارات في ولاية خارج نيويورك واقتنى أبراجا شهيرة حتى أصبح من أكبر أقطاب العقارات في الولايات المتحدة لكن السؤال الذي برز مع تعينه إلى أي مدى ينخرط واتكوف في شؤون الشرق الأوسط المشتعل؟